المسيح طبيعة أم طبيعتان هذا موضوع الحلقة اليوم أهلنا حباء المشاهدين أصلي من كل قلب أن هذه الحلقة تكون بركة روحية لحياتك موضوع كثير كثير مهم نشوف تعليقات كثيرة على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي وكثير من الناس بتهاجمنا بتهاجم الكتاب المقدس بتهاجم المسيحيين من غير ما تدرك ما هو إيمان المسيحيين كثير عم بهاجم بغض النظر شو السبب وما هي الأغراض من وراء الموضوع هل يهاجم الشخص لإخفاء حقيقة معينة لإخفاء إله أو نبي مثلا أم يهاجم لأنه مش عاوز يعرف أو عاوز يكتشف وبعدين اتهامات للمسيحيين كأننا نشرك بالله وكأننا نعبد ثلاثة آلهة لا عزيزي نحن لم نؤله المسيح فالمسيح ليس إنساناً وجعلنا منه إلهاً الله اختار من محبته الشديدة محبته العجيبة الفائقة اختار أن يتخذ جسد في ملء الزمان بدون ما أنه يتنازل عن اللهود وحتى يقوم بدور الفادي وهذا ما رح نعرف أكتر عنه في هذه الحلقة فأنا بدعوك في البداية اسمع هذه الحلقة صلي إلى الله أنه يفتح قلبك يفتح عينيك حتى تستوعب هذه الحقائق يمكن الأول مرة تواجه صعوبة لكن كل إنسان بحب الله كل إنسان بيبحث عن الحق كل إنسان بيبحث عن المعرفة لابد أن تصطدم بيسوع المسيح فدعونا الآن نشاهد هذا الوقت الحلقة ونتكلم عنها وأنا متأكد رح تكون بركة لإلك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر